بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا أحلى حاجة إن احنا نقول السلام عليك يا رسول الله فيحصل لنا كل مأمول لأننا سنكون في حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولما نكون في حضرة الرسول ننتظر إن الجمال والنور يحيط كل ما نقول فيا رب وفقنا ببركة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحضر معنا يا رب العالمي احنا يا رسول الله نتكلم عن حديث من أجل أحاديثك بيابي أنت أمي يا رسول الله حديث مليان بالبركة ومن نوره بالفضل حديث يمكن أن نسميه من الأحاديث المركزية في بناء الحياة حديث كده يخلي الحياة مليانة بالبركة ومليانة بالمدد ومليانة بالخير حديث يخلينا عارفين إيمة الحياة الحديث ده هو ما رواه سيد نجابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوف الحديث ثلاث كلمات ثلاث كلمات بالحياة كلها كل معروف صدق حديث ده من جماله وروعته وفضله خلانا ايه نحس بعالم تاني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل معروف صدق قائدة كلية كده قائدة كلية متكونة من ثلاث كلمات من أجمل ما يمكن أن تسمعه ولكن الثلاث كلمات دي عاملين زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا كلمتان خفيفتان على اللسان ايه كلمتان خفيفتان على اللسان في الآخر خالص يتكلم عن الكلمتين دولا بيملقان الميزان حبيبتان إلى الرحمن فاللي حصل تملقان الميزان بقى اللي حاصل ده ان العبرة ليست بالكلمات ولكن العبرة بالمضمون المضمون العبرة بالمعنى المضمون الذي فيه هذه الكلمات المضمون خير وبركته عند الله وعشان كده هذه الكلمات الثلاثة تشمل على معاني من أجل المعاني اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به هذا الحديث من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلي الإنسان يخلي الإنسان فيه خمس صفات عجيبة يخلي الإنسان ايه اللي حاصل؟ حر خير منور متعارف مع الناس ايه اللي تاني؟ يسعى إلى مولاه خمس صفات رائعة في هذا الحديث فيعلمك أن كل خير وأمان بتديه اللي حولك ده مكتوب عند الله فإن كان الحديث وصل الأرض بالسماء المعروف اللي عتعمله مع الناس بيوصل أهل الأرض بأهل السماء وخليه بس أكلمكم شوية عن مفهوم المعروف عندي أنا مفهوم المعروف عندي مش بس أنه هو أن أنت تعمل حاجة صحيح مفهوم كلمة المعروف عند أهل العلم أنه هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس بس كلمة المعروف الذي أفهمه والذي أحبه هي الكلمة التي يفعل بها الإنسان الشيء ليتأقن أن الله يعرفه فكلمة معروف أنا بفعل إلا أنا بي أذوق حلاوة أنني معروف عند الله فأعمل إيه؟ أي شيء عامله وأنا مستحضر قلبي فيه إيه اللي حاصل؟ ومتيقن أنه هو بمدد الله وبحث ومحل نظر الله فهو معروف حتى على فكرة لو واحد أذاني وصمت فأنا معروف عند الله لأن صمتي دي حكمة وما يؤتى الحكمة فقد أوتي أخيرا كثيرا فالمعروف كلمة واسعة جدا تشمل كل ما يعرفه الناس من الخير سواء لله أو للناس وعشان كده شوفوا حضراتكم كده القرآن وهو بفهمنا المعروف في حق الناس لدرجة أن المعروف ده ممكن يكون أفضل عند الله من بعض أشكال الصدقة اللي فيها معيرة أو من ربنا سبحانه وتعالى يقوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى يا الله يعني إيه اللي حاصل يبقى المعروف اللي هو القول والمغفرة إن أنا أعفو عن الناس يا سلام على ده معروف طب ليه المعروف ده اللي هو الكلمة الطيبة قول معروف فاتضح إن كلمة معروف ده معناها الطيبة وعشان كده قلت لكم المعروف ده اللي فيه مدى ده الله مش كده الكلمة الطيبة صدقة حلو قوي يبقى كله معروف صدقة يبقى الكلمة الطيبة جزء من المعروف الذي هو صدق صح طب ليه كلمة طيبة صدقة قالك الكلمة الطيبة صدقة لأنها مطيبة من عند الله وطاب بها قلب العبد عندما تكلم بما يرضي مولاه يا سلام فلما تكلم الكلمة الطيبة ايه اللي حاصل تكلم الكلمة الطيبة بمدد مولاه فعشان كده ايه قول معروف قول معروف هو كلمة طيبة ومغفرة اه ان الواحد يسامح الناس هو دلوقتي بعض الناس يقول ده بس ده عمل سلبي المغفرة ده سامح الناس لا 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 مش عمل سلبي ده عمل ايجابي لأنه غفر لمن زي ما بالضبط ان يحب المرأة لا يحبه الا الله وان يغفر للناس لا يغفر للناس الا لله اه اتبا ايه ايه صدقة يبقى تصدق زي واحد عفى عن واحد واحد تكلم في عرضه فعفى عنه فجعل عرضه صدقة يعني يجعل مسامحة او لما تكلم في عرضه فتصدق عشان كده مش بس كده ده حياتنا كلها ايما على مفهوم المعروف ده النتيجة اللي احنا وصلنا ان حياتنا كلها قائمة على مفهوم المعروف خصوصا نقلاقة من الرجل والمرأة والعشرة وانا ما اقول لكمش يعني انت لو عايزين تعرفوا المعروف ده ما اقول لكمش تعالوا نشوف في جلسات الارشاد الزواجي ازاي الناس بتاعي اشبه بعض وان ذلك لما كان المعروف ما بين الرجل والمرأة ليه ما بين الرجل والمرأة لان الجواز ده هو النموذج الاكمل للعيش معا هو المكان اللي ممكن تلاقي المعروف الحقيقي وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا اني ادرها من منفق على الاهل خيرهم من كل الدراهم خيرهم من كل الدنانير الدينار خيرهم من الدينار اللي ينفقه على الناس لكن حل المشاكل بقى واصلاح ذات البين ولذلك رسول الله سلم لما تكلم عن افساد ذات البين وخاصة ما بين الزوجين سماها الحلق قال ليست الذي تحلق الشهر لكن تحلق الدين وكأن اللي عايز يشوف نفسه هو متدين بجد وهو مؤدب بجد هو بحب ربنا بجد هو راجل مخلص بجد وهو راجل صادق بجد وهو راجل أمين بجد وهو راجل حقيق ولا لا يعني يدخل في قوله تعالى الرجال من صادق وما عادوا الله عليه يفتح دفتر ويفتح مراية البيت عشان كده ربنا قال وعاشرهن بالمعروف حتى لقدر الله إن في أوقات الانفصال والمشكلات الأسرية ربنا بيوصينا وإن اللي حاصل ويخلينا إن إحنا بنا ما ينشغلش إن نفضل برضو عارفين إن العلاقة لازم تكون قايمة على المعروف وحتى لو إحنا بننهيها لازم تكون بقى بمعروف فيمساكن بمعروف أو إن إحنا يحصل التسريح بإحسان يبقى إيه؟ فيمساكن بمعروف يبقى كده على طول أو تسريحهم بإحسان وبرضو اللي بعارفين إن الإمساك بمعروف أو سرحهن بمعروف يبقى عندنا كده يبقى عندنا المعروف موجود طول الوقت يبقى إيه؟ فمسكهن بمعروف أو سرحهن بإيه؟ بمعروف يبقى عندنا يبقى المعروف هو الكلمة الرئيسة في العلاقة الزوجية عشان كده عايز أقول لحضراتكم إن أحد الأهداف المهمة والأشياء المهمة اللي وصنا بها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إنه دايما بيوصينا بالمعروف وشجعنا عليه ويؤمرنا به ولذلك اللي حاصل لما يجي بقى القرآن يعبرنا عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بيه يا سيدي يأمرهم بالمعروف دايما ذا يعني خلاصة ما سنجد فيه علامة معرفة رسول الله اللي حاصل في الكتب السابقة إنه يأمرهم بالمعروف آه وافكرك كده فاكرين راجل يهودي اللي جاء وأسأل الأدب مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم القصة اللي فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه لأودي ومسك بتلبيبه وقال قضي لي ديني فإنكم يا بني عبد المطالب قوم مطلق والدرجة أن سيدنا عمر هم من أنه يقتله لأنه بيتعدى على الرسول الله وكان دينه لسه ما جاش وقت وفاءه فإنه حصل فرسول الله صلى الله عليه وسلم عمل إيه قضى له دينه وزاده يعني قدى له الدين بتاعه ووفى له الدين بتاعه إيه وزوده وقال لي سيدنا عمر وزده لقاء ما فزعته يعني إيه اللي حاصل زده لأن أنت خوفته وبعدين لما رح سيدنا عمر ومشي معاه عشان يقضي له الدين قال له رجعني للرسول الله فلما رجع للرسول الله قال له وكان سيدنا عمر كان متغص جدا أن أنت عايز منعقد لك دينك بس إيه اللي حصل قال لقد رأيت علامات النبوة كلها فيك إلا أنني كنت أريد أن أرى علامة واحدة أنه لا يزيدك الجهل وعليك إلا حلم وقد رأيتها فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ده ليه؟ لأنه مكتوبة عندهم في التوراق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حاصل معروف أنه يأمر بالمعروف فشاف الحلم فالحلم ده معروف يبقى كده ربنا أمر مسلمين بما أمر به نبيهم عليه السلام ولتكن منكم أمة ما تعمل إبقى؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون يبقى إلا حاصل؟ يبقى هذه الأمة مأمورة بالمعروف مأمورة بالمعروف ليه؟ لأن إذا كانت الأمة بتتبع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالرحمة هي أوسع معروف أن أنت ترحب الناس كلها فرسول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين طب أمته رحضت نبي متلقي هذا البيان الرائع من القرآن الكريم ففسره لأتباعه من المسلمين لأنهما يكونوا إيه؟ خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالإيه؟ بالمعروف فيعملوا إبقى؟ رحموا الجهلهم رسول الله سلم الراحمون يرحمهم الرحمن تعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يبقى خلاص حضرت النبي أخذ هذا المعدل للمعروف والرحمة وسلمه للأمة لتكون خير أمة أخرجت يبقى المعروف كمان خير يبقى المعروف رحمة المعروف خير المعروف جمال كل أمر برحمة ومعروف كل أمر برحمة وخير وجمال فهو معروف عشان كده عايزة أقول له حضراتكم إن للأسف الناس إيه اللي حاصل؟ مش هقول معدش فيهم معروف وإن هما أصبحوا خليين من العيش بالمعروف لكن حضرت النبي بيجي يفكرنا ويقول لنا كل معروف صدق عشان نفسنا تتهيأ لمسألة إن احنا نعيش بالمعروف عشان كده سيدنا الإمام النبي يقول وهو بيوضح لنا ده إيه المعروف ده؟ إن أي شيء إيه اللي حاصل؟ من العمل الصالح بيبقى حكمها حكم الثواب الثواب في الإيه؟ في الصدق يعني أي عمل هتعمله هيبقى زيه زي الصدقة في مسألة الثواب يعني إيه؟ في معروف هيبقى الحسنة بعشر أمثالها وفي معروف هيبقى إلى 700 ضعف وفي معروف إيه اللي حاصل؟ يضاعف الله لمن يشاء وفي معروف بتعمل عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكمان إحنا عارفين إن الصدقة فيها مهمة جداً تطفئ وضع بالرب وإن الصدقة بتداو المرضى داو مرضاكم بالصدقات وكمان بتوسع الرزق لإن إيه؟ هل جزاو الإحسان إلا لإحسان إنت أحسنت فمن الذي سيحسن لك الله فيتسع رزقاً وعشان كده حضرت النبي بيوصينا نفعل المعروف سواء في أهله أو في غير أهله فيقول لنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئاً وكأن المعروف ده في طاقة من الوسع في حال من الوسع كده بيكون في المعروف وبعدين يقول لها حضرت النبي لا تحقرن من المعروف شيئاً لو أن تلقى أخاك بوجه انطلق إيه ده يعني حتى المعروف لو صغير وكأن المعروف ده فيه سر كده أقول لكم السر إيه؟ وكأن المعروف لأنك أردت أن تعرف مدد الله ينظر الله إليه فيعظمه وهو ذات الموجود في معنى الصدقة إن الصدقة تتقع إن الصدقة تتقع في يمين الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير فيربيها لكم حتى تصيرك فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تصيرك الجبال فهو معروف فالمعروف اللي أنت تعمله ده ستعرف بها الله ستعرف به الله وترى جمالة أن الله يعرفك لما تشوف مدد الله ليك لكن للأسف عندنا ناس خصوصاً أصحاب التدين الكمي بيعملوا إيه؟ بيبصوا للمعروف بالحجم بالكمي وخلوا المعروف فيه معروف كبير ومعروف صغير مع أن ده يخالف النسوس الشريعة فمثلاً سقيا كلب ممكن تغفر لحد زي ما غفر الامرأة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيقول لناشي الأمثلة دي عشان يقول لنا ده كان يا مكان ده بيقول لك أن ده عنوان من عنوين بناء حياة الإنسان لما يقول لك أني غفر لامرأة عاهرة لأنها ساقط كلب ودخل رجل الجنة في كلب فغفر امرأة زنوبة وأدخلها الله الجنة فبلاش تبص المعروف أن فيه حاجات صغيرة وحاجات كبيرة ليه طيب كده أقول لكم إيه اللي حصل الخلل ده لما بص وهو ما اللي علموا الناس حتى في المعاصي يقولوا هي دي صغيرة ولا كبيرة فبقى المعروف عنده صغير ولا كبير ده يقول لك ده من أبو كام ده مهم جدا أننا نغير نظرتنا للمعروف ونبص المعروف أنه ربنا سبحانه وتعالى يتقبله ويكبرهن شوفوا مثلا حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شوك فأخره يعني أزاحه عن الطريق ركنه على جنب كده فأخره فشاكر الله له فغفر له يا سلام يا سلام على الجمال غصن شوك قال له أصلي كان متشال بقلب فكل حد عدى الرجل ده خد سواب أنه أنقذه من أن الشوك ده يدخل في جليه وهو لما رفع غصن الشوك عارف أنه هو بني آدم إيه ده يعني المعروف ده بيشتغل على الثلاث أبعاد اللي بينك وبين الناس خير واللي بينك وبين ربنا رحمة واللي بينك وبين نفس الجمال أو ده معروف ممكن تشوفه صغير لكنه عند الله عظيم وعشان كده فائدة المعروف مش بس في الثواب العظيم عند الله وإنما في الخير اللي ممكن يشوفه الإنسان في حياته بسبب المعروف ده وحضرت النبي بلغنا بداه لم علمنا أن صناعي المعروف تقي مصارع السوق وبقل لنا في جزء من الخير اللي بيصيب الإنسان بسبب هذا المعروف فيقول حضرت النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجتي أخي كان الله في حاجتي ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا أو كربة من الكرب فرج الله عنه كربة من كرباتي يوم القيام وعشان كده بيزعل جدا لما لأي الناس ما بتفكرش إلا بشكل مادي ويقول لك لو أنا عملت ده هاخد إيه كده كام هستفيد من ده كده الواحد بيحتار الحقيقة إنك هتستفيد فوائد كتيرة جدا مش بس اللي ممكن تتخيله لا إن الفوائد دي تتعند ربنا فمحتاجين أعمالنا تكون مليئة بمعروف خصوصا في الشهر في الشهر الكريم وفي الأيام اللي بترفع فيها الأعمال وعشان كده هو ده اللي ممكن يوصلنا هقول لكم حاجة مهمة جدا 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 هقول لكم شوية حاجات كده ممكن نعملها عشان نجدد إحساسنا بالمعروف أول حاجة اتعود إن انت تفاجئ نفسك كده خمس مرات في اليوم بإن انت تقول إيه أنا دلوقتي عامل معروف حتى لو كان صغير وتعود إنه يزيد بعد كده يعني هتعود إن أنا معروف أنا هتعود إنه هقول كلمة حلوة لزميني أقول له إن شاء الله ربنا هيكرمك فأقول الكلمة وإيه اللي حاصل وأنسى أثار لأ أنا عامل معروف إن أنا لقيت الحاجة وقت من حد فجبتها له أنا عامل معروف إن أنا حاسس إن فلان محتاج ألم فتدي له الألم يكتب بيه أنا عامل معروف واشتغل على المعروف ده اشتغل بالمفهوم اللي إحنا بإنه معروف مش بإنك إنت إيه أنا الشخص اللي اكتشفت إن المعروف في الحاجات الصغيرة فأنا هجمع النجاحات الصغيرة لا يا سيدي أنت بتتعمل إيه بتحتل على نفسك لتعرف عند الله فأنت بتعمل إيه بتحتل على نفسك عشان تعرف الله سبحانه وتعالى مش إيه مش إيه إنك إنت بتعمل نجاحات صغيرة سيبك من فكرة النجاحات أنت تعرف الله فلذلك اللي حاصل عملك المعروف جزء من المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من أجله إن أنت تعيش بالمعروف لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا شعوباً وقبائل ليه لتعرفه فالمعروف ده هو اللي ويصلك إلى قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم عايز تبقى تقي عايز تبقى عندك بر ابتدي بالمعروف وحرك قلبك بالمعروف اعمل المعروف وما تنتظرش حاجة من حد يبقى خمس مرات اعمل أشياء تمروا على قلبك كده حتى لو كانت صغيرة حتى لو تشير ورقة من الأرض حتى لو أنك أنت هتمسح مكتبك مكان اللي بيمسح المكتب حتى لو أنك أنت هتشيل كباية وتحطها في الحض لأولادك حتى لو هتجيب مية لابنك محتاج مية أي حاجة عيش عيش وجدد علاقتك بجلاء الحاجة التانية حاول بقدر الإمكان تدعو للناس بظاهر الغيب هذا معروف الناس لا تمارسه وبعدين انتقي معروف لطيف خالص ادعي لأولادك في سجودك ادعي لأولادك وزوجتك في سجودك الثلاث أشكال من المعروف دولة هيغيروا حياتك اعمل معروف ولو صغير بشكل دائم ادعي للناس بظاهر الغيب كمان ادعي لأولادك في سجودك ده هيفتح أبواب الخير هتبتدي تعرف نفسك لأن ساعتها انت مش انت اللي بتعرف نفسك لكن ربنا بيعرفك عليك من جديد يا رب جعلنا ممن يولادونا بالمعروف من جديد يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم ونجيب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صبحتنا صبحت بن نامي جوالاته ع السيرو نجيب على أسئلتكم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامي جوالاته عسيرو اللي بنتلقى عليها أسئلتكم من باركة وتفضل نور وبركة ربنا سبحانه وتعالى بيرزونا بيها لما نعود ونتدرسها مع بعض ويفتح لنا من مولانا سبحانه وتعالى باب عشان نبقى في حضرة ملكه وفي حضرة قدسه سبحانه وتعالى ويذكرنا في الملأ الأعلى إن شاء الله يا رب أمدنا بمددك وتوفيقك ووسع علينا وفهمنا يا رب العالمين أول سؤال وصلنا على صفحتنا سؤال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي مشكلة أبي وأمي ناس كبار السن وأنا وإخواتي بنروح عندهم ونخدمهم والكلام ده من زمان المشكلة إنهم بيفرقوا بيننا في المعاملة والاهتمام أنا بزعل من كده ومش عارف أعمل إيه السؤال ده بيتكرر كتير أوي 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 والسؤال ده اسمعوني نتناوله بشكل تاني خالص التناول بشكل تاني خالص الكلام في التسويم بين الأولاد في المعاملة ده كلام للأباء والأمهات لكن الكلام لأولادي بقى اللي هم بيكلموني دلوقتي إحنا كبرنا واضح إن إحنا عندنا إحنا بنروح لهم مش كده لما بنروح لهم يبقى إحنا عندنا حياتنا المستقلة بنروح عندهم يعني أنا بقى ما عندي حياة يعني أنا كبرت كبرت وعارف إن في بعض الأحيين إن الأباء والأمهات بيتعاملوا بمقدر ثقافتهم بمقدر وعيهم كمان بمقدر ما الأولاد بيغزلوا بعض احتياجاتهم فدي حالة شوية 2-3 متعلقة بالأباء والأمهات تمام طب أوي وأمي لو كانوا ما بيعملوا ناس زي بعض وببعض الأحيين بيبقى الإنسان حساس فشايف دايما إن الكلام الحلو بيبقى لفلان لإن فلان ماذا لو كلموا بيجري في الكلام وبيتحكوا مع بعض ويبستوا لكن أنا لما بيجريني في الكلام أنا بقول إن أنا والله أنا راجل حقاني وما حبش إن هم يقولوا كلام غلط فأنا بقى أفق قدابهم فكنت بدفع عن خلتي وبدفع عن عمتي وبدفع عن عمي وبدفع عن نوم كله طب كويس هم بقى حاسوا بإنك أنت أنت بتنقص منهم أو بتعامليهم بشدة فقرروا ببساطة إنهم يبقى عادتهم مع فلان أكتر وبيضحكوهم مع فلان أكتر وبيحبوها أكتر أنت ما تخليش المسألة بقى يعني أنا عشان بقول الحق ما يحبنيش أنا لو إن أنا بتعامل معهم بإن أنا بسعيدهم إنهم يبقوا ناس كويسين لا يختابوا ولا ينموا يحبوا الشخص اللي هو هجاس وبيلعب ومعرفش إيه وما بيلتزمش بالمعايير الأخراقية ويسيبوني أنا لا ده مش صح هي دي مش صح الناس في الحقيقة قلوب بتميل إلى بعض والناس في الحقيقة مشاعر بتنجذب إلى بعض ده جرع على أبوك وإمك صحيح هم مفروض إنهم يحاولوا بقدر الإمكان إنه هو يساوه بينكم بس لو ما حصلش ده إلا حاصل لو ما حصلش ده يفضل وإن جهدك على أن تشرك بيه ما ليس لك بيه علم فلا تطعوهما وصاحبهما في الدنيا معروفة يعني إيه؟ يعني ببساطة وبيصر خالص 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 في الحقيقة أنا ما عنديش حق إن أنا أزعل بهذه الطريقة ليه؟ إذا أردت أن تقتل إنسانا فماذا؟ فعلمه أن يعيش في سجن المقارنة إيه ده؟ يعني إيه اللي حصل؟ يعني كلامي ليك لحضرتك مش كلامي لولدك وولدتك خرج المقارنة من حياتك لو أنت عايزة تعيش سعيدة عنية تشوفه نعمة ربنا اخرج من المقارنة إزاي يعني؟ آه خرج من المقارنة لو مخرجتش من المقارنة إيه لا يحصل؟ هتضماري حياتك هتضماري حياتك على الله شيء إنت ريكي رزق والكم اللي ربنا وضعه في قلب والدك وولدتك من حب ديكي ده رزقك استمتعي بهذا الرزق وكبريه استثمريه مش تقولي ده رزقه لي لا استثمري هذا الحب وكبريه وإي شيء في جمال 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 وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس يعني ارضى بما قسمه لك خذ ما قسم الله لك وعظمه واستثمره خذي شوية الحب اللي بتديه لك أمك والدك ووالدتك وعظميه وكبريه ومستثمره لكن دور ما انت بتقرن ما بينك وبين إخواتك ده غلط دايما على فكرة احنا انتشر في مجتمعنا ان احنا نيجي نعمل ايه؟ لما واحد يجي يقولك ده أبويا وأمي فرقوا بينا ومعرفش ايه؟ فأنت تروح تشاحن الأولاد وانتوا عندكم حق واما كانوا غلطانين ومفروض ما عملوش كده؟ لا الكلام ده يتقلل أب والأم ما تقولوش للأولاد لأن فيه خطاب مسألة انت سوية ما بين الأولاد عشان يكونوا سواء في البر زي ما حدث النبي قال أتريدوا أن يكون لك في البر سواء سواء بين أولادكم فالتسوية ما بين الأولاد توجه للأباء مش توجه للأبناء فتوغر صدرهم أكتر أما الأبناء فخليهم يشيروا من دماغهم المقارنة ايه ده؟ هو الكلام بيبقى كده؟ آه طبعاً هي ده مهنة الإفتاء هي ده الشغل الصادق لما حد يجيلك ترى فين مكانته ومكانته في مكانة الإبن اللي المفروض يعمل إيه؟ يبر أبوه أمه طب إيه اللي وجعه؟ ما تسيبوهش بقى هو موجوع إيه الأصل اللي وجعه؟ المقارنة فعلموا أن المقارنة مهلكة أنت لما تقارن حالك بالناس دايماً هتهلك فيه فرق أن أنت تأخذ من من ماذا؟ أنت لا تقارن حالاً أنا أقصد مقارنة حالي أن أنا أشوف أنا أدي إيه الناس عندهم وأنا ما عنديش دي مهلكة لكن أن تقارن حالك بمعنى الانتفاع بأحوال الناس لا دي اسمه تعلم دي اسمه إيه؟ نظر وتأمل دي اسمه إيه؟ تفكر يبقى يدخل فيه الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون فيه آه يتفكرون فيه آه ده هو بيتفكر لكن المقارنة دي ليس من شيء ما أهل الصلاح أهل الصلاح ما يقارنوش بنفسهم لأن أهل الصلاح عارفين أن ربنا بيعملون لهم هم بذاتهم كده كل واحد ربنا سبحانه تعالى بيعملوا بمفرده كده فهو ما يقارنش نفسه عشان إيه لك فالكلام ده مهم جداً جداً في مسألة المقارنة فرأيي تخلص من ثقافة المقارنة دي خالص لما تتخلص من ثقافة المقارنة دي هتلاقي نفسك هديت وهتلاقي الوالد والوالدة إيه اللي حاصل ابتدوا يحسوا بأن فيه شيء تغير فتبتدي علاقتهم تتغير معك السؤال بعد كده بيقول بعد إذنك يا فضلت الشيخ عاوز أسألك طبعاً بعض الناس بيجوا في بعض الأسئلة يجوا يعني بيقولوا إيه ما تقولنا إنهم عملوا حرام وتقولنا إن احنا عملنا حلال أو تقولنا إن احنا من الصابرين لا احنا عايزين نحل وظفتي في بعض الأسئلة مش إن أنا أقول مين اللي ارتكب الاسم ومين اللي ارتكب الطاعة مين اللي عمل الطاعة ومين اللي ارتكب الاسم مش دي وظفتي بس لكن وظفتي إن أنا أدلكم على الله لأن بعض أسئلاتكم أنت بتسأليني أعمل إيه ما قلت ليش مين اللي عمل الحياة فأنا قلتلك اترك المقارنة وايشي واستثمري ما كان حسناً عندك كل ما الإنسان أفضل طريقة لترك المقارنة إن أنت تستثمر الحاجات اللي أنت شاطر فيها لو أنت ركزت في الحاجات اللي أنت شاطر فيها في معاملتك مع والدك والدتك عدوة يفتح عليك يخير كتير جداً 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 السؤال اللي بعد كده بيقول بعد إذنك يا فضيلة الشيخ عاوز أسألك سؤال أنا في رمضان اللي فات كنت حامل والدكتورة قالت لي ما تصميش كان ده من يوم ستة رمضان أقدر أعوض الأيام دي إزاي يعني هي فترة من ستة رمضان لغاية آخر رمضان فهي فترة 24 أو 23 يوم فتعمل إيه مسألة بسيطة خالص 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 تعوض الأيام دي هي بتقول لي إيه؟ هي بتقول لي إيه؟ بس هي ما كملتش السؤال بتقول لي طيب وإذا ما قدرتش أصوم الباقي ليا لغاية ما جيه رمضان فإيه اللي حاصل فما قدرتش أصوم الـ 24 يوم اللي فضلين علي فأعمل إيه؟ ولا حاجة سومي اتنين وخميس وسوم اللي تقدر عليه طيب وليه يفضل يا مولانا خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعى اللي يفضل تسميه بعد رمضان ويقضيه بعد رمضان طيب أنا إذا قضيته على يا فدية لا عليك أن أنت تقضيه بس وهذا اللي إحنا اخترناه في الفتوى أنت إيه اللي حاصل على تسميه اللي تقدر عليه قبل رمضان وصيامك لرمضان عاي يكون صحيح مفوش أي خلل مفوش أي عيب لأن أنت عملت دي تقدر عليه وبعد كده تقضي ما عليك بعد رمضان تقضي هذه الأيام بعد رمضان القادم إن شاء الله وبدون ما تطلعي فدية فدية على هذا الأمر لأن أنت أفطرتي وأنت مريضة لأننا نتعامل مع مسألة الحمل والرضاع على أنه خاصة الحمل نتعامل معه على أنه مرض ونتعامل مع الرضاع على أنه ملحقة به السؤال اللي بعد كده بيقول لو سمحت يا دكتور أنا حماتي عايشة معايا وهي صعبة جدا وأنا بعملها كويس جدا بس من جوايا بكون متضايقة هل خدمتها لا أخذ عليه أجر اللي حداك بتقوليه ده مهم إن احنا نهرف شوية حاجات العلماء بيدرسوا اللي انت بتقوليه ده في إطار شرحهم لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما ناو فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصبوها أو مرأة ينكيحها فهجرته إلى ما هاجر إليه بقول كده ليه لأن اللي انت بتقوليه ده العلماء جمه وهم بشرحوا الحديث قالوا مراطب القصد خمس يعني مراطب القصد ليه عشان نبين إنه مراطب القصد إيه خمس هاجس ذكره فخاطر فحديث النفسي فاستمع هم وعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع يعني إحنا عندنا بيمر القصد اللي جوا قلوبنا ده بأربع مراحل قبل ما نوصل ليه لمرحلة النية المؤكدة مرحلة اللولة اسمها الخاطر خاطر يعني إيه عاجل جيته ومشت وبعدين هاجس جات ووقفت كده بس ما وقفتش كتير ومشت يبقى خاطر هاجس بعد كده يجي إيه يجي حديث النفس لا ده المسألة قعدت بقى وأنا أخذت وديت بقى فكر وقدر أنا أخذ مدينة بقى النفس وزق فيها ونفس ترد عليها تاني وزق فيها اللي هي اللي بيسموها جاتة النفس يبقى حديث النفس كلام كتير النفس بتقوله بعد كده رقم أربعة بقى اللي هو إيه هم لا ده أنا خلاص بفكر في الفعل بقى أنا أروح أعمل كده بقى العزم بقى اقتران القصد ده بالفعل بقى الأربعة دولة ما من تحسبش عليهم الحمد لله لأن حديث رسول الله سلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكريه عليه في رواية وما حدثت به أنفسه فيبقى كل ده واتداخل في حديث النفس نتحاسب على إيه بقى على العزم أنت متعزمة أن أنت تأذيها بالعمل ده لا أنت فكرتي وكان عندك حديث النفس ومتدايقة من جوه بس لما جدي تعمل العمل قلت والله أنا أخدمها لله إيه اللي حاصل كل الإصة اللي جوه دي بقى إن شاء الله ما تحسبش عليها وإيه اللي حاصل وعمرك تأخذي عليه سبب إن شاء الله فتأخذي عليه سبب لو كانت في الحاجات دي طيب بس برضو لازم نخلي بالنا إن الحاجات دي حساسة قوي ما احنا مش عارفين هنعملها إزاي فلازم نعمل إيه أنا أقولك ثلاث حاجات تخليكي لما تعمل الكلام ده واتبقى إيه النهار ده حلقتنا كانت عن المعروف فحضرتك ممكن تخلطي الكلام ده بالمعروف إن هو إيه إن أنت بتعملي الكلام ده مع كونك أنت من دايقة لكن هتعمليه خالص لوجه الله سبحانه وتعالى فإيه اللي حاصل فبالما كنت هتأخدي لو كنت عملت الحاجة دي وإنت من دايقة هتأخدي عشر حسنات أو عياك يكون أجرك عشرة أضعاف لا تعالى نروح لماذا نروح لربنا سبحانه وتعالى وإحنا مقصدين وجه الله سبحانه وتعالى وتخلي ده وتخلي حماتك دي زي المحراب تبتصلي فيه لله وشوفي بقى ربنا عاديديرك إيه عتنتقل لساعتها من إن كنت بتعملي خير إلى إن كنت كمان بتعملي خير مغموس في الصبر فإيه اللي حاصل فتدخلي بقى في حساب تاني خالق ما فيش حساب بقى أنت دخلت في كرم الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير إيه بغير حساب فقليت يا عزل عمل بالصبر مرة مع مرة مع مرة مع مرة هتبصت تلاقي صدرك التسع وهتبصت تلاقي سبحان الله حماتك حالها إن صلح معاك ولذلك توكلي على الله وعملي ده إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الخير والفضل والنعمة والتوفيق والسداد يا سيدة احنا النهاردة تكلمنا في حاجة مهمة قوي تكلمنا عن المعروف المعروف اللي الحقيقة يعني بعض الناس جففوه في قلوبنا وخلوا المعروف ده عبارة عن علاقة تجارية بيننا وبين الله وخلوا بيزنس بيننا وبين الله لأ المعروف ده هو ركن من أركان الحياة خل المعروف ده تحس وانت بتعمله إن المعروف ده عبارة عن شيء بيجلب لك النور في قلبك شيء بيجرب لك الوسع في حياتك شيء بيجرب لك رقة في قلبك شيء بيخلي تحس إن حياتك بقت جميلة عايز حياتك تبقى مليانة رحمة وعايز حياتك تبقى مليانة خير وحياتك مغموسة في أنوار الجمال خليك صاحب معروف خليك صاحب معروف تعرف فيه مدد ربنا ليك وإن أنت ما بتعطيش الناس من عندك مش ما بتعطيش الناس من عندك فلوس لكن ما بتعطيش الناس من عندك في الابتسامة ما بتعطيش الناس من عندك في الكلمة الحلوة ما بتعطيش النفس عندك في الطبطبة ما بتعطيش أولادك من الاحتواء من عندك كل ده ده ربنا عارفك ربنا معاك ربنا ناظر إليك لما بتعيش كده المعروف هيبقى حياة يا رب جعلنا نعرفك بالمعروف واجعل حياتنا كلها مغموسة في أنوار حضرتك فيا من أنت معي أسألك أن تجعل النور في كل أعضائي وفي حياتي وفي بصري وفي مسمعي يا رب العالمين اشتركوا في القناة